وفي العاصمة الأردنية عمان كانت النهاردة اجتماعات الدورة الواحد وثلاثين للجنة العالية المصرية الأردنية المشتركة برئاسة دكتور مصفى مدبولي رئيس الوزراء ونظيره الأردني دكتور بشر الخصونة من خلال هذه الاجتماعات خصل توقيع 12 اتفاقية ومزكرة تفاهم لتعزيز التعاون السنائي ما بين مصر وفي الأردن في عدد من المجالات سواء المتعلقة برسم السياسات الاقتصادية والتنموية أو تبادل الخبرات التخطيطية على سبيل المثال في مزاكرة تفاهم تم توقعها ما بين الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية ونظراتها الأردنية وكمان برنامج تنفيذي زمني للتعاون في مجال الشؤون الاجتماعية توقيع كمان برنامج تعاون مشترك بين وكالة الأنباء الأردنية وكالة أنباء الشرق الأوسط ده غير عدد من الاتفاقيات ومزاكرات التفاهم في مجال الصحة والضمان الاجتماعي والأوقاف والخدمات البردية كمان فيه كلام مهم عن مسألة خط الكهرباء طبعا فيه شغل حصل بالفعل ما بين مصر والأردن فيه مسألة الربط الكهربائي وتم الاتفاق على زيادة أو تقوية خط الكهرباء ما بين البلدين لألفين ميجا فوات بعد توقيع مزاكرات التفاهم كان فيه مؤتمر صحفي جمع رئيس الوزراء المصري بنظيره الأردني خلونا نتابع جزء من هذا المؤتمر وتصريحات دكتور مصطفى مدبول نقشنا كما قال أخي دولة الرئيس فيه مشروعات وتقوية خط الكهرباء ربط الكهرباء حاليا خط الكهرباء اللي بيربط بين بلدين القدرته هي 550 ميجا تكلمنا على 2000 ميجا إن شاء الله وتبدأ بمراحل بحيث أن نحن نصب إلى 2000 ميجا لكي يمكن الاستفادة من خط الربط إلى نقله أيضا لدول أخرى شقيقة كي تستفيد من هذا الموضوع أيضا تنقشنا في عملية الربط والتكامل في مجال الغاز الطبيعي واستغلال البنية التحتية بين بلدين وكيف يمكن أن نزيد من هذه الروابط في إطار منظومة الطاقة الحالية الموجودة في منطقة شرق المتوسط وارتباط الدول كلها بهذا الموضوع ولكن كما قلنا إن موضوع النقل وتقوية كل وسائل النقل سواء النقل البري والبحري والسككي أيضا بين بلدين لكي يسمح بنتازية وانتقال صادرات وواردات البلدين من خلال بعضهم البعض وده شيء مهم جدا في خلال الفترة القادمة والأهم إن احنا تتفقنا على عدد من المشروعات التي سيتم فعلا تنفذها في خلال المرحلة القادمة الحقيقة طبعا كان مجال التعميق التعاون الاقتصادي في المجالات الهمة مثل مجالات الترانزيد والتجارة والصناعة من أهم المجالات التي تم نقاشتها وعلى الأخص في مجال صناعة الأدوية كما قال أخي العزيز دولة الرئيس لدينا مقاومات هائلة في البلدين وبالتالي من المهم جدا أن نتكامل ولا نتنافس في هذا المجال على الأخص لكي يحقق الاستفادة المشتركة لبلدين في هذا الشأن ترجمة نانسي قنقر